تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية ورفقه عدد من الوزراء حيث افتتح رئيس مجلس الوزراء المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية هذا وأشاد رئيس الوزراء خلال الزيارة بجودة الأعمال المنفذة للترميم والتطوير وتنوى المعروضات الأثرية التي تعود لمختلف الحقب التاريخية لمصر مؤكدا أن هذا المتحف يعد صرحا جديدا يضاف إلى خريطة السياحة المصرية وإنجازا ضمن خطة الدولة لإعادة أحياء المناطق والمقار الأثرية لجعلها مقصد سياحي جاذب ويأتي افتتاح المتحف بعد إغلاقه لمدة 18 عاما وضم المتحف الذي يعد منارة علمية وثقافية داخل محافظة الإسكندرية قاعات للعرض المتحفية وحديقة متحفية ومركزا لحفظ وترميم الأثار ومركزا آخر لبحوث العملة ومركزا للبحث العلمية